موسيقى أهلا بكم وأولى حلقات برنامج الجمال والحياة في البداية عايز أقول لكم بس أن أنا عايز أشكر كل بنت مزيعة طلعت معها في البرنامج بداية من شهد سامي وياسمين علي وموني الحلو ومارو حماد مش عايز أنسى أي حد طلع معايا بجداً أبشكركم جداً البرنامج كان اسمه الجريء الجميلة وتم تغييره للجمال والحياة يا رب الإسم دي أعجبه عايز أقول لكم بقى مفاجأة أن المزيعة اللي طلع معايا النهاردة هي إسراء صارت زيك يا إسراء؟ الحمد لله زيك يا ميد دي كان بتطلع مودي الأحياني لما كنا بنحتاجها بس هي في الأساس أصلاً هي إعلام عين شمس زيك يا سراء؟ الحمد لله زيك يا ميد معنا مين بقى النهاردة؟ معنا أستاذة إنجي فوزي ميكيب أورتست كلمينا بقى الأول إزاي دخلتي مجال الميكيب؟ والله هو مجال الميكيب بالنسبالي ما كانش يعني احتراف قد ما هو كان هوية في البداية أنا يعني الكارير بتاعي كان مختلف تماماً يعني أنا يعني كليت جارة جامعة القاهرة ومعي ماجستير في إدارة الأعمال أم بي من جامعة فكتوريا في سويسرا في الستراتيجيك مانجمنت يعني ده كان أنا كنت بشتغل طول حياتي شغل تاني خالص بس موضوع الميكيب تدى معي هوية أنا بحب عمتاً ما خدتيش كورسات أو؟ خدت كورسات مؤخراً يعني خدت كورس مؤخراً بس يعني الكورس ما فدنيش قوي مش ما فدنيش فدني طبعاً في حاجات معينة بس البراكتس الممارسة نفسها هي دي اللي بتفرق مع أي حد ده ما انت كنت بتفرجي مثلاً على فيديوهات لحد بيعمل ميكيب فبتعلم منه آه طبعاً بتفرج على كل ولا كورس هو اللي فادك أكتر الكورس زائد الفيديوهات الفيديوهات بتفيد أكتر طبعاً لأنها بتبقى فيها شرح مفصل يعني أنا قدر على السوشيال ميديا أعرف كل حاجة عن الميكيب مش شرط أخد كورس لا مش شرط مش شرط فيه ناس بتبقى عايزة تبقى حضرة مع الميكيب آرتست تسألها ويبقى فيه اتصال مباشر بينهم وبين بعض تمام وده بيبقى بالنسبة لها أفياد لها وفيه ناس لأ هي وانسين أنا شفت الحاجة تعملت قدامي عرفت إزاي التكنيك بتاعها بتعمل إزاي فبعرف أنفزها تمام فأنا بالنسبة لي كان يعني الفيديوهات لكل الميكيب آرتست المشهورين بعض بتفرج عليها سواء الأجانب أو سواء المصريين لأن برضو المتابعة بتخليكي عارفة كل التكنيكس الجديدة اللي نزلة الماتيريال الجديدة اللي نزلة كل حاجة جديدة يعني في المجال طيب بالنسبة بقى الماتيريال هل الماتيريال بيختلف معاك في اللوك يعني مثلا لو متيريال مختلف عن اللي انت بتشتغلي به هتطلع اللوك هو هو ولا بيختلف لا طبعا بيختلف يعني احنا عمتا كميكيب آرتست لازم هي تكون محافظة على إن الميكيب بتاعي يكون أوريجينل يكون مركات فيه طبعا الميكيب عندنا بيبقى منقسم لجزئين هاي اند ودراج ستور قولنا بقى الفرق بينهم عشان نستيبقى فهمة الهاي اند بيبقى المركات الغالية والعالية قوي اللي هي بتستخدم جلوبالي على مستوى العالم كله لكن والدراج ستور برضو بيستخدم كده بس بيبقى سعره أقل شوية لكن كلهم أوريجينل يعني مش عارفة هل أذكر بعض المركات يعني مثلا الفاونديشن مثلا بيبقى فيه هودا بيوتي دي الهاي اند هودا بيوتي مثلا مارك جيكوب الحاجات اللي هي المركات عالية فدي طبعا التكستشر بتاعها التكوين بتاع المادة نفسها طبعا بيفرق في الفاونيش وبيفرق في السبات وبيفرق في اللون وبيفرق في حاجات كتير جدا لكن والدراج ستور برضو حل لان احنا بستخدمه في السوري الدراج ستور لانه سعر السوري بيبقى غير سعر الزفاف والخطوبة مثلا فطبعا بس الاتنين بيبقوا سابتين بنختار حاجة الدراج ستور بقى بيبقى عندك ميبيلين مثلا ميك سيبال لا ميك هاي اند عندك برضو ميكا فوريفر هاي اند لكن سيبال او دراج ستور سيبال دراج ستور ومسلا ميبيلين عندك لونة ويتان وايلد كاتريس يعني الحاجات كلها دراج ستور بس الدراج ستور حل يعني دراج ستور الماتيريال بتاعته نظيفة وحلوة ما بتقزيش البشرة وحلوة بس السعرها بيبقى في المتناول ايوه ايوه فاميك مش اي حد بيعرف يجيب الهاي اند يعني لازم او ما كنتيش انتي ميكاب ارتست متخصصة مفيش حد للإستخدام الشخصي بيجيب هاي اند غير قلة طب دلوقتي فيه ناس بقى كتير بتتكلم عن الميكاب الخليجي الفرق ما بينه وما بين المصري والله الميكاب الخليجي اختلف كتير من زمان عند الوقتي زمان كان بيتميز بانه تقيل كل بيبقى السموكي فيه كتير السموكي فيه كتير رسمة العين وطحة قوي وحدة كان زمان كده دلوقتي بقى يتميز بالرقة التمة كل عروسة دلوقتي بقت تقول انا عايزة ميكاب خليجي مش عايزة ميكاب مصري عشان هو رئيء ولا عشان تبقى حاجة مختلفة لا عشان هو رئيء وعشان اغلب الميكاب ارتست المشهورين في الخليج لما بينزلوا في صفحتهم اللوكات بتاعتهم بتبقى لوكات جميلة لوكات جميلة فطبعا الناس بتشد نظر الناس وبتبقى عايزة تعمل زيها فيه ساعات عروسة مثلا تجيلك تقولك تشايف اللوك ده انا عايزة اطلع كده بالضبط زي مثلا فنانة فيه اه طبعا فيه ناس كتير قوي بتجيب لي لوكات وتقولي انا عايزة اللوك ده تبع انت لو مش مقتنع مثلا ان اللوك ده هيبقى لايق عليها تعمل لي ايه بناقشها بفهمها يعني لو هو مش هيبقى لايق هيطلعها حاجة وحشة لازم اغير لها رأيها لازم افهمها ان ده ضد لو هي صممت طبعا مش هزعلها يعني هعمل لها اللي هي عايزة خلاص يا اغتيارها انا نبهتها وقلتلها بس هو عمتاا الميكاب أرتس بيبقى لها نظرة في شكل العين هل ينفع عليها الرسمة دي ولا ماينفعش هل ينفع عليها الألوان دي ولا لا في عين غيرة في عين جحزة فماينفعش عليها الجحز مثلا ماينفعش عليه الفواتح العين الغيرة ماينفعش عليها الغوامق فماينفعش انا كواحدة درسة هي واحدة عندها خدود مثلا كتيرة فالمفروض ان انا هقلل لها منها بالكنتور مثلا او كده فلازم هي برضو تسيب لي نفسها شوية انت بقى واسقة في الميكاب ارتست اللي قدامها وتسيب نفسها شوية طيب الميكاب السواري بيختلف ايه عن الزفاف والله زي ما قلنا في الماتيريال نفسها ان احنا اش في الالوان لا الالوان لأ الالوان ممكن تكون واحدة في الاتنين لان في واحدة مثلا في السواري نفسه بتحب الميكاب التقيل بتحب الالوان الغمقى بتحب الالوان المترقاعة طيب ايه الالوان اللي طلع تريندل والله هو النودات كلها بالوان الموف بالبيربل بالالوان البينكات دي اللي طلع تريندل يومين دول علشان دي الوان هادية الالوان الهادية عمتا طلع عمودة طيب رازت تقول لنا حاجة الوقت الناس اللي هي بتنام بالميكاب دي حاجة صعبة جدا دي حاجة خطر جدا وحاجة يعني مش مستحبة خالص لأن ده هي بتقذي بشرتها البشرة أصلا بتتنفس وقت النوم لو ما كانتش البشرة نظيفة وما فيهاش شوائب ده لازم تعمل روتين يومي للتنظيف تنظيف البشرة لازم يكون عن طريق مزيل ميكب ما أنت دلوقتي هتكلمين أبقى على تنظيف البشرة يعني بالنسبة يوميا البنت لازم تعمل إيه لو أنا واحدة حطى ميكب لازم قبل ما نام مش أخسل وشي الأول أشيل الميكب أزيله بمزيل الميكب وبعد كده أخسل وشي بالغسول الملائم لنوع بشرته يعني البشرة المختلطة البشرة الدهنية تكون جايبة غسول هو مناسب لنوع بشرته طيب بالنسبة بقى للناس اللي هي البنات اللي هي بتنزل الصبح راحة مثلا الجامعة أو راحة مع صاحباتها في أي مكان مثلا قاعدين في كافيت بيحطوا ميكب عشان يبنوا أنهم حلوين والله هي أزواء يعني بص أنا ما قدرش أقول لوحدة أنت نازلة ليد ميكب فول ميكب يعني هي المفروض هي تبقى مراعية المكان اللي هي رايحة أو المناسبة الإيفنت اللي هي رايحة أيا بس ما فيش واحدة مثلا تحط ميكب ينفع الفرحة وتنزل بيه بلبس كاجول والله إحنا بنشوف كتير يعني طب والرموش ينفع أنزل الصبح برموش أوفر كده مع الميكب؟ أنا ما بفضلش رموش يعني أنا حتى دلوقتي أنا مش حطر رموش برغم أن أنا جاي برنامج وكده بس أنا مش حطر رموش لأن هي رموش عمتا بتبقى في يعني هتحضاري فرح يعني هتحضاري إيفنت مهم هتعملي يعني مش لازم ترهيقي يعنيكي برموش إضافية ما دام المسكرة أيما بالواجب يعني المسكرة بتعود عن الرموش فكفاية قوي أنك تعطي مسكرة وانت نزل الصبح مسكرة خفيفة كده ظريفة عشان تلائم تلائم يعني المكان اللي انت فيه والتوقيت اللي انت فيه تمام سواء جمعة أو شغل أو كده طب أنا دلوقتي يعني إيه أنا دلوقتي مثلا عايزة أبقى ميكاب أرتست دلوقتي كل الناس بقت بتاخد كورسات بتقول على نفسها ميكاب أرتست ليه ليه بيقول على نفسهم ميكاب أرتست وهما أصلا يعني هما بالنسبة له هما مش هواية عندهم يعني هما مش حبين أن هما يطوروا منهم وبالعكس اللوكات بتاعتها بتبقى سيمبل قوي وبتبقى واحدة يعني حتى مش بيحاولوا أن هما يطوروا منها هو بسي أنا ضد جدا فكرة أن الواحدة تبقى حفظة مفروض أن هي تشتغل على نفسها أكتر حفظة لوقات معينة وبتطبقها على كل الوشوش لأن كل وش يختلف عن التاني وكل وش ليه الميكاب اللي يلقمه واللي يظهر جماله فيه ميكاب لو عملته لك ما يظهرش جماله زي ما لو عملته لحد تاني لو أنا حفظة لوق معين بسيطة من ميكاب أرتست بروفشنال وميكاب أرتست عادية بسيطة هي لازم يكون لها رؤية وبعدين لازم تكون عندها موهبة عندها سنس الألوان سنس الدمج سنس الزي لما حطوا لون على لون يديني إيه عندها تخيل عندها تخيل لو حطيت أنا الكنتور في الحتة دي حيدريلي العظمة دي حيبرزلي الحتة دي لو حطيت هايلايتر هنا حيبرزلي إيه طب أنا لو مبتدئة دلوقتي أنا سورة رازم تفرج علىها بس الأول معلش سورة طبعا تمام ده كان لك إيه بقى؟ ده لك سبوتلايت اللوك دوت بيتميز بأنه كأنه يعني فيه بيبقى الهايلايت في وسط العين بيبقى غامق من قدامه ومن وره وبيبقى وسط العين كأنه فيه سبوتلايت منور في النص فده التكنيك ده اسمه سبوتلايت شوف السوء اللي بعدها ده زفاف آه ده زفاف ده يعني ميكاب سحبة سحبة للعين بيتميز بيبقى غامق في الآخر وفاتح في الأول وبيبقى فيه ألوان شمر في الأول ممكن نزود لها ألوان جليتر لو هي عايزة ده لون ده كان تيربل كده موف ده يعني كل العين برضو أنا بحب قوي سحبة العين اللي من وره لأنها بترفع العين بتديها رفعة في الوش كله ده بتنفع في العين الدايقة أو العين الواسعة؟ لا الرافعة بتنفع لكل العينين مالهاش دعو بالدايقة والواسعة الدايقة والواسعة ليها الكح اللي بيتحط إزاي وبيحط له لون إيه؟ يعني العين الدايقة لازم أحط لها كحل فاتح يعني يا بيج يا أبيض وفي نفس الوقت بوسعها من تحت بالرسمة من تحت يعني ببدلها برويز من تحت بالأي شادو والكحل بس الكحل يبقى مش من جوه العين الأسود يعني لو أنا عايزة حط غوامق بحطها من بره علشان تبروز للعين وتديها وسع أكتر هنا كات كريس اللوك ده كات كريس ده من أشهر اللوكات الحلوة واللي هي منتشرة في الخليج دلوقتي يعني ده يعتبر اللوك الخليجي صح؟ آه بالضبط ده برضو لوك عروسة ده قبل وبعد؟ ده قبل وبعد آه برضو سحبة في العين ده برضو لوك عروسة ده برضو فيه كات كريس ويزي هنا لا ده ما فيهوش كات كريس بقى ده فيه تداخل بالألوان بدرجاتها من بره لجوه ده عادي ممكن أنزل بيه الصبح هو تقيل لأنه هو الصورة لو متقربة هتشوفي أنه هو اللون اللي هنا تقيل وفيه جليتر كمان ده لوك هادي قوي بالرغم أنه هو لوك عروسة بس يعني هو لوك رقيق يعني للناس اللي بتحب اللوكات الهادية قوي اللي هو بينكات فتحة على ألوان فضيات ولون الروج لو تلاحظي أنه هو لون فاتح قوي بصي هنا أنت غيرت معالم المودل أصلي غيرت ملأمحة خالص آه فيعني هي طبعا يعني هو ده ليش يطارة منك الحمد لله والله بجد الحمد لله الواحدة بتخش حاجة وبتطلع حاجة تانية خالص يعني الحمد لله هو كل ده بيبقى بفاضل النحت فن النحت هنا البنت دي عندها 13 سنة بس هي بعد الميكوب أنا عايزة شكلها كبر طبعا الميكوب بيصغر الكبير وبيكبر الصغير يعني لو بنت أندر إيج صغيرة هيكبرها يوصلها المرحلة أن هي أنيسة 21-22 بالضبط دي من علامات الميكوب يعني والكبيرة بتصغر يعني لوحدة كبيرة بتصغر فهو في الآخر بيوصلنا كلنا في المرحلة اللي كلنا عايزين نفضل فيها اللي هي مرحلة العشرينات مرحلة التلاتينات كده طب طب أنت بها تحبي تقولي إيه للناس اللي هي دولتي بتفرج عليك ومتابعك وبتعمل عندك ميكوب دايما اللي هي الناس اللي عارفها شغلك وبتحب تعمل عندك ميكوب والله أتمنى أنهم يفضلوا معي دايما وأتمنى أن ينشروا لي الشغل بتاعي علشان الموضوع ينتشر أكتر فتعرف أكتر يعني وأتمنى طبعا أنه اللي عملت خطوبة تعمل زفاف اللي عملت يعني تستمره يعني أنت تقول للناس تجوزوا يعني بتقولهم يلا يا جماعة تجوزوا عشان أنا أعمل لكم الميكوب كلهم هيتجوزوا كده كده هيتجوزوا يعني هيروحوا فين طيب للناس بقى اللي هي لسه متعرف كيش توجهلهم ورسلين طبعا أتمنى أن يدخلوا على البيج بتاعتي ويشوفوا شغلي ويشوفوا الفيديوهات بتاعتي على اليوتيوب وأكيد لما يشوفوها إن شاء الله يبتدوا يبقى عندهم ثقة اللي بتجي يا جماعة بتاعتي اليوتيوب قدامكم وهي إنجي فوزي ميكوب أرتست كل الناس اللي حابة تشوف شغل الأستاذة إنجي يخشوا على اليوتيوب وبرضه هيتحط آلينك الفيسبوك ولينك الإنستجرام أي حد عايز يعرف شغلها عاملة إزاي يخشوا على البيج على طول وماشاء الله شغلها طوح يا ربنا يا خليل مرسي لا أباين والله على الشغل هو أنا عمتا حتى في بداية الموضوع لما ابتديت عمل قريبي وأصحابي وكده لقيت فيدباك حلو يعني جاي منهم كلهم كانوا بينباهروا بصراحة فده شجعني إن أنا أستمر في المجال ده يعني هو ده اللي شجعني إن أنا أدخل فيه كبروفيشنل يعني إن أنا بقى أتخصص فيه لأن هي كانت هوية في البداية وأنا بحب الميكوب لنفسي حتى من وأنا صغيرة فحبيت إن أنت تطوري منه فحبيت إن أنا أطور منه وأصقل الموهبة بقى بدراسة علشان أبقى أبديتت بكل حاجة نازلة جديدة في السوق أبقى ده لكت بين الاتنين يعني الميكوب أرطة البروفيشنل برضو ليه حابة إن هي تطور نفسها ولا هي بتقول إن هي خلاص كده لا ما فيش ستوب في أي مجال ما فيش ستوب يعني لازم تبقي أبديتت بكل حاجة جديدة لأن كل سنة ده كل مثلا ستة وشهور بينزل ماتيريال جديدة لكات جديدة تكنيكس جديدة لو ما كنتيش متابعة ده كله هتبقي انتي ديتد قوي يعني قديمة يعني اللوكات بتاعتك قديمة ومش مواكبة العصر اللي انتي فيه يعني واقفة عند حد معين وستوب هنا بقى وهتفضلي بقى في حافظة بعض اللوكات كده هي هي اللي بتعمليها فطبعا ده مش مستحبة خالص ومحدش هيجيلك بعد كده لأنها هيلاقوا إن الدنيا عندك واحدة ما بتتغيرش طبعا طيب يا أستاذ إنجي احنا البلنامي بتاعنا بيهديكي الشهادة الأديرة دي لكل المعلومات الجميلة اللي انتي قدمتها للهربية نورتينا ربنا يخليك مرسي جدا مرسي جدا وابنشكرك جدا على وقتك ده ربنا يخليك فضل وإن شاء الله الأيام الجاية تكوني من أشهر الميكب أردسل الموجودين في مصر يا رب ويكونوا شكوا عليها حلو جميل نورتينا حبيب ربنا يخليك مرسي طبعا شفتوا فكرة الأستاذ إنجي تكلمنا عن الميكب وإزاي تحط ميكب صح وإنك ما ينفعش نعم بالميكب أو أنت ما ينفعش نعمي بالميكب وما ينفعش تنزيل الصبح بميكب أوفر عشان إحنا ما نتعبش فاصل ونرجع لك أتين ترجمة نانسي قنقر